إذا سيطر رأي الطرف المؤيد للحرب في الولايات المتحدة فأنا أؤيد دعوات زملائنا في البرلمان لزيادة معدل إمداداتنا لإيران بالأسلحة الدفاعية المؤيدون لضرب سوريا ما زالوا فاعلين في الولايات المتحدة ويصرون على شن هجمات الموسعة تستمر من 60 إلى 90 يوما كتلك التي حدثت في ليبيا وهم سيحاولون تقويد المبادرة الروسية بخصوص السلاح الكيموي السوري إسرائيل خائفة من إيران ولهذا فقراروا تدمير إيران تم اتخاذه ولكن ومن أجل تقدم الجيوش باتجاه الأراضي الإيرانية لا بد من تدمير سوريا أولا إنهم غير مهتمين بالسلاح الكيموي السوري بل بالنظام السوري وهذا النظام لن يسمح بتقدم قوات التحالف نحو الحدود الإيرانية ولهذا فهم يريدون القضاء على النظام السوري فقط للوصول إلى إيران موسيقى 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 موسيقى